بعد توقف نأدام لأكثر من سبع سنوات في تسيير الرحلات إلى القاهرة ها هي تعود من جديد لتنطلق أول رحلة من الخطوط الجوية الإفريقية بعد التوقف الطويل عن الطيران وتحلق أول رحلاتها من مطار معتيق الدولي قاصدة مطار القاهرة منذ بداية شهر سبتمبر والمباحثات بين البلدين قائمة فقد زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبة الأراضي المصرية في بداية الشهر للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة وتم توقيع أكثر من 14 اتفاقية اقتصادية قد تتخطى قيمتها مليارات الدولارات كان من بينها التعاون الثنائي فيما يخص المواصلات بين ليبيا والجمهورية المصرية وبعد المعاناة التي كان يعان منها المسافرون المتوجهون من ليبيا إلى العاصمة المصرية القاهرة إذ كانت الرحلات تحمل المرضى وكبار السن الذين لا يقدرون على السفر المتقطع وإنزالهم بمطار برج العرب في الإسكندرية ثم يستقلون سيارات الأجرة للوصول إلى العاصمة ها هم اليوم يودعون هذه المعاناة بعد استئناف الرحلات الجوية المباشرة اشتركوا في القناة